فضيلة الشيخ وعليكم السلام أهلا فضيلة الشيخ تفضل لعريس بيلال كيف أحوان كيف صحبك؟ تفضل فضيلة الشيخ اللي عم بصير اليوم زواج استثنائي وحلقة استثنائية لسابقة عم نعملها على التليفزيون لأول مرة شكراً إليك فضيلة الشيخ وشكراً لحضورك أول سؤال فضيلة الشيخ عناصر الزواج الكتب كتاب أونلاين هي نفس العناصر لازم كلها تكون مجموعة كرميل مثل الكتب كتاب التقليدي كرميل يكون كتب كتاب فعلاً شرعي بآخر تنهار أو بضل كتب كتاب أونلاين ناقص لأنه مش لقاء مباشر بين العروس والعريس وفضيلة الشيخ والعروس بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله أول شي عندك الزوجان خلوهما الوكيل الشاهدين بعدين الإجاب الإجاب القبول القبول المهر المهر اعتبر فضيلة الشيخ تم الزواج شرعاً والأركان كلها مكتملة وتم هذا الزواج نعم هو أقد نكاح نعم حضرتك بتقول يعني بعد ما تقول نعم وبعد ما يقول نعم حكماً ممكن يصير فيه علاقة جنسية افتراضية بين الزوج وزوجته عبر الإنترنت الله أعلم عم بسأل نعم يعني بتصير مباحة هذا سؤال الله أعلم لا سؤال حضرتك فضيلة الشيخ عم بسألك سؤال ممكن هذا الشخص بس عم بسألك شاب نعم تم الزواج أونلاين وقلنا اوكي نعم الزوجة قالت نعم والأركان الشرعية موجودة نعم هيدول الشاب والصبية بيقوموا بعلاقة هي بعد إجراء عقد النكاح إذا استوفى للشروط الشرعية اللي ذكرناها صارت مرته صارت مرته شرعاً يعني العلاقة يعني يحق له ما يحق ما بين الزوج والأمرأة أنا عندي سؤال تاني نعم إذا ما كانوا موجودين مع بعض العلاقة بين الرجل والمرأة أونلاين من خلال الكاميرا العلاقة الجنسية من خلال الكاميرا تعتبر علاقة بالزنا حرام أنا ما بدي فوت بهذه السؤال سؤال ما بدي فوت فيه طيب أوكي لكن إذا صار في علاقة بعد الزواج ما في معنى أنا شرعية قراجوا الأمرأة أما اللي عم تقولوا أنت أنا ما بدي جوى الأمرأة بس أنا عم بسأل أنا عم بترحل أسئلة مهمة يعني اليوم عم بيكتب كتابه ليلي الليلته نعم ليلة الدخلة بتصير بتشوف أنه ممكن لا يشترط الدخول مباشرة ما هو أحيانا الوحدي يعني يجب يتم يعني هو يسير في دخول أو ممكن أي علاقة طيب أن تتأجن يعني مثلا أحيانا الواحد بيكون خاطب بيعمل عقد زواج بس بيشترته بالعقد الزواج أنه عن لا يحصل الدخول إلا بعد ما يجهز أمره يعني لا يشترط أنه مجرد عقد الزواج إجراء الدخول طيب إذا عرسين عرسين وناطرين هذه الليلة نعم اليوم لأنه الحوار ما هو اختار هذا الأمر فضيلة الشيخ الحوار جري والحوار يطرح حواجز الشباب اليوم بالقرن 2020 نعم في كتير ناس تتزوج أونلاين نعم طيب صاروا أونلاين هنا بعاد عن بعض وأنا أكيد اليوم كتير من المشاهدين يحضروا هذا النقاش لمهم تزوجوا أونلاين هو عقد نكاح وهو ناطر هذا النهار وهو ناطر هذا النهار نعم كيف تصير العلاقة آخرت النهار ما هو بالأصل لما قبل بهذا العقد النكاح اللي هي كانت برات البلد ما هو كان عارف بالأصل أنه هذا الأمر ما هيحصل دخول بهالليلة هذا يعني هو عارف حاله وأنه أنا ما أحصل دخوله ما هو الدخول الدخول هو مؤجل وشو ما بصير الليلة بعد إذا قالت نعم هو هي مرته خلاص شو هي طبيعة العلاقة بينه وبينه شأنه هذا أنا ما بحكي فيه فهمت عليتي بس أنا هي من حيث الشرع من حيث الدين هي مرته هي مرته هلا حصلت العلاقة اليوم حصلت العلاقة بكرة بعد شهر هي مرته شي خاص بينه دخل فيها اليوم دخل فيها بكرة خاص بينه وبين مرته بس أنا ما بفوت بقول أنا أنه عن طريق كذا شي بيخصي ألو إذا عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشير ولما زيدنا الفيديو سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية تورن اون نوتيكيشنز لتعرفوا كل شي حصري بسرع القناة تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا ترجمة نانسي قنقر